رئيس الوزراء يهني والرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الصحة تعلن تسجيل 167 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة اجتمع الرئيس عبدالفتح السيسي امس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من رؤساء الجهة المعنية وذلك لاستعراض تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما اجتمع الرئيس عبدالفتح السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ومستشار الرئيس للشؤون المالية لمتابعة موقف حضنات الاطفال المزيد في السياق التقرير التالي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء ياسر ابو مندور مدير ادارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والسيد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالتطوير والتحديث الالكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمواكبة تحول الرقمي بالدولة وذلك ضمن اعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لاصحاب المعاشات والمستحقين كما وجه السيد الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية انشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية وقد شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من اجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم وبشكل اساسي الفئات الاكثر احتياجا حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اطار الرؤية المستقبلية للهيئة بما فيها جهود تحديث الهيكل الاداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين فضلا عن البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة وذلك في اطار سعي الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين الذين يمثلون العاملين بالدولة وذلك من خلال الميكناء والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية وبحيث يصبح هذا التحديث مكملا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضنات الاطفال ودعم التعليم المجتمعي ودعم العمالة غير المنتظمة وقد استعرضت السيدة نيفين القباج موقف منظومة الحضنات على مستوى الجمهورية بما فيها النسب الحق الاطفال واعداد الحضنات المرخصة والتي بلغ عددها حوالي 14 الف حضانة الى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها بما فيها الحضنات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 الف حضانة فضلا عن خطة الوزارة لانشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضنات بالتنصيق مع الجهات المعنية وكذلك جهود تطوير الحضنات القائمة وانشاء حضنات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة والتوسع في انشاء الحضنات التي تعتني بالاطفال من ذوي الاعاقة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار باصدار تراخيص مؤقتة لكافة الحضنات غير المرخصة لحين تسوية اوضاعها لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الايجابي مستقبلا على مرحلة التعليم الاساسية كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في اطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك توفير سماعات لذوي الاعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية بالاضافة الى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الاساسية للطلاب من ابناء اسر تكافل وكرمة وقد وجه السيد الرئيس بان تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثا بالجامعات من اسر تكافل وكرمة مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الانشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية وذلك بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم واضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لانشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة من ناحية تحقيق اهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك اليات وجهات الصرف ومصادر التمويل كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في اطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفي اطار توجه الدولة نحو التنمية وإلى اهمية خاصة للتعليم الفني كما تم عرض جهود الوزارة في اطار انشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية التي تهدف الى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتوعية المجتمعية وتعزيز المواطنة وإقامة الندوات المختلفة وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى المولد النبوي الشريف وقدم رئيس الوزراء في برقية بهذه المناسبة قدم اخلص التهاني القلبية لرئيس السيسي دعيا الله عز وجل ان يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وقال مدبولي في برقياته اننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة نستمد من السيرة النبوية الشريفة الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في ارساء قيم الحق والعدل وان يعمى السلام ارجاء العالم اعلنت وزارة الصحة امس عن خروج ثمانية وسبعين متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى ثمانية وتسعين الفا وتسعمائة واحدة وثمانين حالة واوضحت الوزارة انه تم تسجيل مائة وسبع وستين حالة ايجابية جديدة لافتة الى وفاة اثنتين عشرة حالة جديدة اشتركوا في القناة